حياة شاء الله شيخ بيبي ليوسف السعود الصباح شرفتينه وانستينه بس بداية الورد اللي يبتيح حقي ولا حق نجلة تقاسه مو بالوسط ورده 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 حياكم الله عليكم السلام ورحمة أول شي أنا سعيدة فيه باللقائي معاكم هذه أول مرة أنا أكون على قناة المجلس وحتى سألت أنا اشتاري عليكم مختاريني فالحمد لله يعني أعطوني خوش كلام على أنكم مختاريني كترصية نسائية كويتية والحمد لله يعني إن شاء الله يكون اللقائنا خفيف ودمه خفيف يعني ويكون خفيف على المشاهدين ويكون جميل بالتأكيد إذا أريدنا نأخذك بلمحة سريعة ومختصرة لأن المواضع جدا مهمة ذكرياتك بأيام الدراسة أيامك الجميلة إن شاء الله دوم جميلة أنا أعتقد أن أنا دائما أقول حتى حق عيالنا أقول لهم استغلوا فترة أيام الدراسة لأن أيام الدراسة من أجمل أيام حياتكم الحين نشوف عيالنا كلهم يجبون يخلصون بسرعة فدائما أنا أقول لهم لا دائما حاولوا تأخذون الدراسة أنا لا أقول لك أني أنا كنت ما شاء الله لكن الحمد لله أنا كنت إنسانة وايد منظمة يعني ما أنا مثل الطالبات اللي يخلون الدروس إلى آخر أيام الامتحانات ويمتحنون لا أول بول أول بول أول بول كذلك أنا يذكر إليه أيام الثانوية كنت مثلا عندي بالثانوية العامة الامتحان كنت أروح حفلة بالليل يقولون لي أنت تسقطين كنت لهم ليش أسقط الذي يرتب نفسه ويرتب على الحمد لله طلعت من المتفوقين فأيام الدراسة بالعكس أيام جميلة أيام الجامعة كانت أيام جميلة جدا الواحد تعرف على دكاترة روايد زينين ومنحسنا الحظ معظم ديكاترتي اللي درسوني من جمهورية مصر العربية اللي وصل رئيس وزراء اللي وصل وزير وإلى الآن علاقتي معاهم ممتازة الحمد لله أنا تخصص اقتصاد لكن ما لاحظنا يمكن أثر الشهادة في حياتكم حتى الشهادة أنا حتى الجامعة مثل ما كنت أقول دائما الجامعة مجرد شديد دخلتها يعني ما كان زيادة أنا كان المفروض أني أنا أدخل تاريخ لأنني أنا من الناس اللي وائد أحب التاريخ لكن المجموع كان عالي فالحمد لله يعني اقتصاده سياسة يعني هو مو شرط اللي يتخرج بشيء إلا يكوني مارسة بس أنا أتابع الحمد لله إنسانة متابعة حتى أيام شغلي في مجلة دراسات الخليج كنت دائما أعد التقارير المؤتمرات فلا الإنسان لما يوصل لمرحلة الإعداد يعني أنت وصل لمرحلة من التمكن فيمكن هذا الشيء اللي خلاش تقدمين برنامج بعدين؟ والله شوفي هو البرنامج يا صدفة خلينا نكون يذكر عليه كان الدكتورة كافية رمضان يعني الصحة والآفيا كان عندها برنامج مرأة في تلفزيون دولة الكويت وأنا من النوع اللي طول عمري كنت أحب أني أنا يعني أشوف الأمور شلون أشوف الحياة شلون تمشي المشاكل كنت من النوع اللي أسمع وائد زين فقالت لي دكتورة كافية شرايش تعدين معاي البرنامج؟ قلت لها بالأكس ما عندي مشكلة عدينا البرنامج مرت بالستيديو قالت شرايش تقدمين البرنامج؟ تدرج قلت لها مو مشكلة قدمت البرنامج شعق بعد يذكر علي الطلب مني تلفزيون الكويت إلى أني أنا أقدم برنامج فقدمت برنامج رأيي الناس هذا كان أي سنة؟ هذه 84 ما شاء الله وحليتي كثير من القضايا والمشاكل لا نذكر واحدة منها أنا الحمد لله دائما أقول البرامج حلوة إلى أن يكون عندك هدف ما الذي توصل له كان عندي حلقة عن أسعار الدواء وكان الدواء عندنا مختلف تلاقي في منطقة السعر يختلف عن منطقة يختلف عن منطقة ثانية فأعتقدت الحمد لله عقوب برنامجي حددت الوزارة الصحة السعار الدواء من ضمن الحلقات الثانية كانت الجمعيات التعاونية هم الحمد لله حددت فيه دائما أنا أقول سوف نغار منتش لأن تقديم فعلا أهم شي عند الإنسان عندما يدخل الإعلام أن يقدم برنامج مؤثر برنامج يغير برنامج يكون لا أثر ما يمكن للناس عندما يسمعون الجملة هذه عندما يدخلون أي صيدلية أو أي جمعية يقولون أن أنت كنت سبب توحيد الأسعار أو توحد الأسعار في المكان في صيدلي مرة يوم دخلت عشان يقولون أنت خربت بيتنا خسرتهم شوفي أنا عشان تريد طلب مني بعدين أني أنا أقدم برامج تلفزيون لكن رفضت رفضتي لأن الأمور التي كنت أبي أتكلم فيها للأسف ما كان ممكن أني أنا أقدمها في تلفزيون كنت صعبة ممكن على الوزارة خطوط حمراء من أكثر شخصية أثرت فيك خلال حياتك لا غير يوسف سعود الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه أحد يعني تحسينك وردتي منها شيء؟ أوه وردت شوفي أنا ما أعتبر نفسي إنسانة كاملة ولا أعتبر نفسي أني إنسانة لكن لو فيني شيء زين فهذا من يوسف سعود الله يرحمه الله يرحمه ويغفر له آمين إن شاء الله بس ما أقول عنه إنسان تعلمت منه وهذه أهم صفة أنا دائما ترى على فكرة يقولون المرأة هي الحنونة أنا الريال الحنون هو اللي أكتر شيء أنا يجذبني تعلمت منه الحنان تعلمت منه الحزم تعلمت منه القوة تعلمت منه حب الناس كل ما تقدرون اختلطوا بالعالم شوفوا الناس إذا قدرتوا تساعدون ساعدوا إذا قدرتوا تعينون عاونوا التواضع تعلمت منه حب هالبلد ما شاء الله كان دائما يقول شوفوا الأحد يقول لكم أنتوا من ولده أو أنت من بنته أبوك أمك أهلك هم الكويت ممتاز يوسف سعود رحمة الله عليه مدرسة كان تعلمت منه العدل تعلمت منه مثل ما قلت لك الحنان والحزم في نفس الوقت إن شاء الله يعني كان حازم كان يحب العلم كان أول من الناس اللي أكثر واحد شجعني على الدراسة يعني كنت أتذكرها رحمة الله عليه مثلا أيام الثانوية العامة كان كل مغربية يدزلي وردة يقول حق القهوة يروح حق بيبي أنت الآن تتكلمين ونرى شخصيتها لأن أنت يبتل ورد وفعلا المواصفات التي قلتها عن حب الكويت عن الحنان نرى الأشياء التي تقدمها أنت فعلا إنعكاس لشخصيتها واضح وكل شيء وإلى اليوم شوفي والدي توفى 28 سبع الثانوية أنا إلى اليوم إذا صارت الساعة أطالع الباب كان يحب العائلة يحب البيت يحب التواصل دائما يقول التفوا مع بعض الجمعة هي التي تقويكم كانت دائما وصيتها شيء أمكم أهم شيء عندكم كان دائما يقول وكان معروف هذا مو بس لأني أنا من بنات عيال السعود وافتخر أني من بنات عيال السعود كان معروف حب الشيخة مريم المبارك حق أولادها وحب أولادها لها كان دائما يقول ترى الله ما وفقنا والله حبه بخلقه فينا ترى هذه الكلمة وايد كان يقولها وكاننا نرى أمنا وكاننا ندير بالنا عليها فكانت لآخر يوم في عمرك كانت وصيتها أمكم ونحن إن شاء الله يقدرنا على أننا نكون بالوصية الله يرحمه ويغفر الله الله يرحمه كان يحب المقناس طبعا أشهر ناس كانوا بالمقناس أمي يا سعود الله يرحم أبوي أمي عبدالأدن نحن نرى هذا الفيلم من أخراج خالد الصديق هذا والدي الله يرحمه ودخل فيه مهرجانات بالضبط هذا والدي هذا يوسف سعود الله يرحمه هذا خالد الصديق كان أعتقد كان يسوي فيلم عن المقناس فشاف هذا أبو الدكتور عايد المناع بعد وراه وعمي فيس صلى الله يعطي الصحة والعافية فكان يسوي فيلم عن المقناس فأعزموه قالوا تعال معنا ونحن بنسوي أطلع معنا رحلة ومتبتشوف وفعلا نسوي الفيلم وأعتقد أن هذا الفيلم أخذ جائزة بعد في مهرجان دولي صح صح كان مشهورين بالمقناس الله يرحمه إن شاء الله أمين إن شاء الله أمين إن شاء الله أمين إن شاء الله أمين إن شاء الله أعطيكم طولة العمر إن شاء الله بس شيخ خبيبي ظهورتش قليل في المناسبات في المعارض الاحتفالات يعني نشوفك مهتمة بالقضايا لكن الجانب الآخر الاجتماعي أنت مقلف يعني لا تقصين شريط لا لا أمري ما قصيت شريط قصيت شريط بنادي السالمية مرة أكي ناديكم لا لا أنا شوفي ما عندي هذا الاهتمام بالظهور الإعلامي ما أدري فيه روايد عندهم هذه الاهتمامات الشيخة فاصل إن شاء الله ورادين بإذن الله إذن مكملين حوارنا مع الشيخة بيبي ليوسف للسعود الصباح شيخة بيبي ناديت شم يوسف ولا الشيخة؟ أحلى اسم أم يوسف؟ أكيد شون شايفة الوضع بالكويت حاليا ويقولون أن أنت ويت ضايقة لما يتم مقارنة الكويت مع الدول الخارجية الأخرى صحيح الوضع في الكويت أي وضع تقصديما سياسي ووضع اجتماعي بشكل عام والله شوفي بشكل عام أنا دايما أقول كلمة ياريت إحنا نشوف الكويت مثل ما دول الخليج تشوفنا ليش؟ إحنا في تقصير؟ لا مو عن شذيه إحنا دايما متذمرين مع أن أنا الأسبوع اللي فات كنت معزومة وهي ربعي من أهل الخليج بس تيبت اسم الكويت تشوفهم يشرقون إيو الله فإحنا ما نشوف الكويت مثل ما هم يشوفونها يشوفونها وايدة بصورة أحلى دايما أنا مرة سألتهم قلت لهم ممكن أسألكم أنتو شير تشوفونا بالكويت زيادة؟ قالوا بيبي إحنا إذنين الكويت نشوف الكويتيين نتواصل مع الكويتيين وهذا شيء وايد يونسنا يبين روح التعاون ما بيننا وما بين دول الخليج لما نشوف استقبالكم لما نشوف ترحيبكم نفس الشيء إحنا لما نروح الخليج فأنا دايما أقول إن ما في إحنا مشكلتنا بالكويت إن الناس ماكو أحد ما يبي الأفضل ماكو أحد ما يبي الأفضل أنا كمواطنة كويتية أنا أكيد أبي الكويت تكون أحسن دولة بالعالم أنا أبي المواطن الكويتي يكون أفضل مواطن بالعالم أبي خدماتي الصحية خدماتي التعليمية شوارعي كل شيء أبي يكون أحسن لكن ما في شيء اسمه كيرب دايما يطلع يعني مو بالسوء اللي الناس تقول عنه أنا هذا الشيء اللي أقوله إن الكويت مو بالسوء اللي الناس قاعدت تشوفه أبدا أبدا أكيدا في عندنا نقص لكن بالتعاون ترى إحنا دايما نلوم بس حكومة ترى حتى المواطن ألي دور لا لا المواطن ألي دور كنت بك سألتش هل تشوفي المواطن الكويتي وهو نفس المواطن الكويتي القديم والله شوفي الشخصية بالأصالة والله شوفي أي الأصالة موجودة ماكو أعتقد أحد ما يحب ديرك الكويت ما في كويتي ما يحب الكويت أنا يعني ما أقولي ما كويتي ما أعتقد ما في كويتي إن ولد على هذه الأرض ما يحبها دايما يبون الأفضل والأفضل مو دايما يصير بالإيد أبو يوسف عفوا صار الحين اللي يتكلم وايد مثلا يعني عن الكويت وأن أنا اعتز بي وطنيتي واعتز بي خدماتي واعتز بي أنا أولى ككويتي يتهمون بالعنصرية هل تهمت فيها؟ ولا شوف أنا عنصرية حتى النخاء للكويت وللمواطن الكويتي أشكر أقولها ولا أفجل منها نعم مع أن للأسف هناك ناس تقول لك إذا أنت مو إذا حبيتي الكويت لا إذا ملت زيادة حق المواطن الكويتي نعم والمواطنة الكويتية ما في قلبك رحمة ولا وليش بس الكويتي لا أنا دايما هذا مبدئي نعم والتهمونك بهذا الشيء يعني والله خليت تهمون وين قلبك يا أمي وصف لا شوف شوف يا محمد نحن بالكويت لحد يزايد علينا بالحب بالرحمة بأننا نحب الخير لحد يزايد علينا بالتأكيد نحن الكويتيين معروفين بقلوبنا الرحيمة بقلوبنا اللي واسعة الدنيا كلها داخل الكويت وخارج الكويت لكن تب تقول لي أبدل غير كويتي على الكويتي أقول لك أنا كبيبي أقول لك أنا أصفر لا أنا الكويتي عندي أول شيء أنزين عيل أندش بالقضايا قضايا أي قضايا نتكلم مثلا الآن عن السكن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي يعني خلنا نحليوين الآن باللقاء يعني ليش تفتح أبواب مسكّرة نحن بالكويت وقناة المجلس وسياسة لا أشوف أنا ما ودي أدخل بسياسة وايد نعم مجتمع هذه القضايا لا 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 أشوف إذا نحن بنتكلم عن المرأة الكويتية نعم أنا أول شيء أتكلم عن المرأة الكويتية إذا بدافع بدافع عن الأسرة الكويتية وهذا للأسف اللي الناس تلقض فيه نحن الكويت لما تعطي البيت السكن تعطيه للأسرة الكويتية اللي هم أب أم أولاد نعم لكن للأسرة الغير الكويتية أنا أول سنسكن الكويتي وأقاعد في بيته معزز مكرم سنعطي البنت الكويتية أسرة غير الكويتية تقصدين كويتية متزوجة غير كويتي متزوجة غير كويت هذه هم أنا أقدر أسوي لها شيء ليس لا أقدر لكن ما أبديها على الأسرة الكويتية أنا هذا رأيي وأعتقد مو بس رأيي أنا أعتقد كل بلد بالعالم تعطي أهل البلد أول شيء بعدين أسوي طرق وراح أجيلك أنا شن اللي ممكن أنا أسوي أنا أعطي بنت الكويت اللي توفوا والدينها نعم وبيتهم إنباع لأخوانها نعم وين تروح هذه أقول لها روح قاعدة بشقة مثل الله يهداها وزارة الشؤون لما حق عيالي أبناء الأولاد والبنات البنات عمرت 21 طلعي الأولاد طلعوا لا هذا اللي صار عليهم أنت يبتي السؤال بسؤال ولا شيء هم أريدي ساكنين في بيوتهم نعم لكن للأسف ما في خدمات ما توصل لهم الخدمات وماكوا حقوق لهم يعني ما المعاشى أو الراتب الراتب في بعض الأولاد وقد أجبروهم على أنهم يطلعون إلى إلى عمارة كانوا حاطينها يعني الشؤون نعم على كلام الأولاد طبعا إلى أن إذا ما انتقلت وما في وبعدين حتى البيوت الموجودة ها مع العلم إلى أن هذه البيوت ترى ملك دولة الكويت يعني مو ملك الجيران ملك دولة الكويت وتملكهم الشؤون فليش ليش أطلع عيالي منها بالمقابل نفس الشيء أنت عندك الحين الأسرة الكويتية محمد أنت متزوج أو لا متزوج 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 عندك أخوان لا متزوجين لا طيب لما قبل ما تتزوج وين كنت ساكن عند لهل عند لهل هل لما يقولون لك عمرك 30-40 قم اطلع أنا ترى على فكرة مو بس أطالب للمرأة الكويتية البنت حتى الولد الكويتي الرجل الكويتي ما نقعي للولد حتى الرجل الكويتي إذا صار عمره 30-40 لش ما أعطي بيت 30 على إيدك لماذا لا أعطيه لماذا أمطرة لما يتزوج سأعطيه ما المشكلة لكن أنت بدأت بالقمة يعني هناك أمور أهم مثل ما ذكرتها بأن المرأة المطلقة الأرمالة المرأة المطلقة شوف المرأة المطلقة وعندها أولاد لماذا أعطيها لكن المشكلة لأن نحن نساوي الأسرة الكويتية مع الأسرة الغير الكويتية أنت بنظر خلي ودوني أي ديرة ثانية مساوين الأسرة بنت البلد مع نحن نعرف ما هي المشكلة التي حسيتها من أيام ما كنت في صباح السالم إلى أن عندنا المرأة الكويتية تقول لك لماذا الرجل إذا تزوج غير الكويتية تعاملونا معاملة غير المرأة الكويتية التي لا تزوجها غير الكويتية في فرق يا جماعة هذه أسرة كويتية كويتي كويتي أولاد كويتيين نعم إنما الثانية أنا مثلا معهم أنا مثلا إذا المرأة الكويتية وعندها أولاد وزوجها غير كويتي أعطيها قرض أعطيها قرض بشرط إلا أن من يسد القرض هو الزوج أمممتد ممتد أشعر ما يعيش على ظهر المرأة بظب من أكثر من صالح المرأة والمفروض أن أي مرأة تقبل بها لا المشكلة أن نحن قاطبين الدستور ساوى بيننا نعم الدستور ساوى بينكم الشرع وينها من هو المسؤول عن الأسرة هذه النقطة التي لا أريد أن أدخل الزيادة فيها لأن صراحة تسبب حساسيات زيادة تسبب إلى أن الواحد لماذا أنا بنت البلد بنت البلد على عيني وعلى رأسي لن يجب أن أخذي يولد البلد لا تقول لك المصيب لا ماشي لكن لا تقولي إلى أن لا كله واحد لا هناك مشكلة المرأة إذا ما أنفق عليها زوجها تحس غير لازم ينفق لازم يعطي طيب القوامة ما يرضون بالقوامة إذا قلتها يرضون بشي يقول لك الدستور قال ثواسية المرأة والرجل ما قلنا لا المرأة والرجل بس في شيء اسمه قولي لا لا هذا اللي أنا قلت أنا تهمني الأسرة الكويتية والدليل على أن الآن المرأة المرأة الغير كويتية إذا تزوجت كويتي وما تجنست ترى بحالة وفاة الزوج البيت يرجع إلى الإسكان إذا لم يكن وثيقة وإذا هناك وثيقة المفروض أن ينبع لأنه لا عندنا شوف أقول لك شغله وبعدين أريد أن نسكر الموضوع هذا لأن هذا موضوع في قانون الإسكان القانون الإسكان يبيه لدراسة يعني إعادة للدراسة إعادة دراستها حتى اللي قاعدين يطالبون إلى أن الأسرة الغير كويتية أنها تاخذ ترى ما قاعدين يشوفون تبعات هذا الموضوع تبعاتها غير الأسرة الغير كويتية إذا توفت المرأة الأولاد الغير كويتين والزوج الغير كويتي المفروض البيتي ينباع بسنة لأن نحن ما عندنا حق التملك لغير الكويتي فأخوة الموضوع ليس موضوع تعنت هو موضوع أنك لازم تشوف شيء ويتغير القانون على أساسه غيره مرة غيره وغيره هذا كل وقت ومجلس الأمة ترى تقصير لأن فيها الآن اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة هذا الخبر كان اليوم التجنيس لا لا أنا طبعا مو معا لكن أهموا وقفوا بشيء قالوا أبناء الكويتية المتزوجة غير الكويتي وقفوا المطلقة الأرملة أو ما أو اللي عندها زوج لا لا اللي عندها زوج اللي عندها زوج الزنس عيالها دعني أعطوني أي بلد في العالم تسوي كذلك خصوصا من دولنا الخليج الزوج لا عنده جنسية عياله المفروض من يحملون أي جنسية جنسية الأب هذا هو للأسف في شيء اسم عاطفة وفي شيء اسم واقع وأقل إحنا دائما يبون العاطفة اللي تجرنا لا وهذه اللي هدتنا ممكن لا والله أنا لازم أحافظ على تركيبة السكانية نعم 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 نسكر هذا الملف نسكر السجمينت هذا نطلع فاصل وبعد إن شاء الله مكمل مستمرين معكم ومع ضيفتنا الشيخ بيبي ليوسف لسعود الصباح المحبة لهذا الوطن العزيز والغالي أكيد علينا كلنا أكيد بس الملف قلتي سكره بس دعنا نفتح باب واحد اللي هو رعاية السكانية للمرأة للمرأة شوف أنا ما أدري إحنا ما نتعب ولو أنه حلو الإنسان يتعب وليمتح يعني أنا جدامكم يعني ما نقال لنظامين مشروعين فاشلين اللي هو الصوابر وصباح السالم الآن ترجعون مرة ثانية بتسووا لي شقق وبتوزعونها على المرأة يعني ما نتعب أنا هذا الشيء اللي أنا صراحة ودي إلى أنهم يعني الآن خلاص بجوا فيه وبسوونا لكن على كلامهم الإدارة مختلفة بقول لهم لا في إدارة مختلفة ولا في شيء مختلف نرجع على أطمام المرحوم الشيء الثاني اللائحة التنفيذية مالة قانون القرض الإسكاني وهذا اللي أنا سميتها اللائحة المعيبة هذا يريد تعيدون مرة ثانية دراستها ولا يفعلون بس لائحة نريد أن نرى تنفيذ خصوصا أنها للبنت الكويتية ممكن توضحينا بشكل مختصر لا يعني هو كان مثلا البنت الكويتية اللي عمرها فوق الأربعين نعم يريد أحد يصير لك من الدرجة الأولى ونعطي تشقة منين تيب وإذا ما لقيت أحد يعني شروط تعجيزية شروط تعجيزية هذا اللي أنا أقول قلبي عورني على البنت الكويتية أريصة على البنت دائما الكويتية يعني مو عنصرية لا لا أنا قلبي عانصرية حتى أنني خاعب أي شيء لها الديرة والعيال لها الديرة أنا أتهمونك أن أنت ضد المرأة أو ضد الأمور أنت بلاش أنت لك منظور خاص أو رسالة أنا ماني ضد المرأة أنا مرأة طبعا لكن اللي أنا أقول أني أنا أغلب 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 الغير الكويتي على الكويتي لا نعم 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 وميوسف نحن هاليومين يعني تكلمنا عن وضع الكويت والأمور التي تدور في الكويت وهاليومين نحن نحتفل برفع العلم وأيضا ذكرى تولي سمو الأمير مقالي الحكم الله يطول بعمر إن شاء الله شنو لتكلمة في مثل هالأيام والله شوفي هذه الأيام طبعا أيام حلوة وأيام سعيدة أتمنى أنها تدوم علينا دائما طبعا نهني سيدي صاحب السمو بالتولي مقاليد الإمارة يعني بالقصد الكويت دولة الكويت ولو نتصدق لما نحب الكلمات القديمة الإمارة والأشياء نحن 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 بالسياسة لا 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 ويعطيه العافية ابو ناصر يعني الله يعطيه الصحة والعافية أنا بعد المرات لما أشوف ويها أقول يعني الله يعطيك الصحة والعافية وارزقك إن شاء الله وتحمل اللي اللي قاعد تشوفها بالديرة أو الناقد أو 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 لكن في نفس الوقت أنا إنسانة وائد وفية وأحب الوفا دائما وأهل الكويت جبلوا على الوفا نحن برضو الكويت نازم نقول إلى إن الله شوفي أنا دائما أقول لهم الكويت الله ما نصرها وما هتحقق النصر بخلال سبعة شهر زين؟ إلا لأن الكويت الله رزقها بحكام كانوا شوفي ما لأخر قدم عيوني ولا نحن بالدمع الحين الله رزقها بحكام دائما قلبهم على هذه البلد فأنا أبي لما إحنا نستذكر ونقول الله يديم نستذكر ونترحم على حكام الكويت طبعا حكام الكويت اللي من أول ما صارت الكويت صحيح اللي مو بس الأخ يقول الكويت جزء من العراق والجزء ما إحنا كنا قبلك أصلا نتذكر ونترحم على الشيخ عبد الله السالم أبو الدستور وأبو الديمقراطية اللي خلى دائما الشعب يريد شارك بالحكم نتذكر الشيخ صباح السالم يكفي قصيدته اللي قالها أنا وشعبي يكلبونا جماعة الدين واحد والهدف أخدم الشعب من يقول أخدم الشعب الحين لو ضاق شفي صدر ما أستر ترى هذه كلمات ما حد جبر الشيخ صباح السالم على أن يقولها لكنها من داخلها دالها حركة إيدا الله يرحمها حركة إيدا هذه الله يرحمه ويغفر الله زين نستذكر من وقف العالم أمير القلوب اللي نزلت دمعته على الكويت وشعب الكويت ونحن لا زالت تنزل دمعتنا عليه نستذكر الأمير الوالد الشيخ سعد الله يرحمه أنا سمي البطل قلب الكويت نبض الكويت نهنيك يا أبو ناصر إلى ما وصلت له وهذا ليس شيء جديد عليك يا أبو ناصر أنت أبو الدبلوماسية أخي يا أبر الأحمد خالق عبد الله يعني يعني مو خالق عدنا لحين لخبطت الدنيا الشيخ صباح صباح السالم بدلخ السالم نفس الشيخ يا أبر نفس الشيء فهذه الذكرى أنا أبيها مو بس تمر مرور الكرام مو بس على الشيخ صباح على الكويت كلها إلى أنه لما نفرح ما أنا بننسى شهداء نعم الله يرحمه صحيح أنا هذه كانت أمنيتي بعد التحرير ولازالة ممكن تطبيقها نحن محتاجين الحين نحتاجين الفيلم أكثر من يرضه نحن محتاجين نحن محتاجين نحن محتاجين اليوم بالصدفة قاعدة فرفر بالتلفزيون نعم ولأ لقيت فيلم جميلة بحيرد نعم قلت نحن ليش ما عندنا فيلم عن أسرار القبندي ليش ما عندنا فيلم عن وفاء العامر ليش ما عندنا فيلم عن جاسم قبزرد ليش ما عندنا عن يوسف المشاري ليش ما عندنا عنه وعنه وعنه صراحة حسي لو أنت بنت شهيد ابن زوجة شهيد لما عيالكم يدرسون بالمدرسة ويشوفون بالكتاب ذكراتهم أنا للأسف هذا اللي أعتب على دولتي فيها إلى أنه أنا ما يهمني مكتب شهيد بس أني أنا أكرم أبنائهم وأكرم لا أنا أبي دكيمنتري كامل للعالم ترى هذا احنا ترى على فكرة أنا وقت كانوا فيه احتجاج يسمون الغزو الصدامي ولا الغزو العراقي أنا وحدة من الناس قلت لهم قولوا العراقي 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 شون الصدامي الحين لما أشوف المدائل أشوف المناهج الدراسة اكتشفت أنه بسنة خامسة بس يعطونهم عن الغزو لا هذا تقصير تقصير قوي ما بس تقصير نعم من الابتداء يعطوهم أنا قاعدة مع ابنت أخوي هذاك اليوم هي من مواليد التحرير نعم تقول لي عمتي ترى أنا ما أدري شنو الغزو تسألني تقول لي عمتي نسميه غزو ولا يقولون محنة قلت تسميه غزو شنو محنة ممكن تقول لها أبعاد سياسية وأمن داخلي وخارجي يعني ممكن في أمور نحن نشوفها من ناحية عاطفية لكن ممكن تقول لها أبعاد كبيرة أمنية التاريخ يزور لا أبدا لا خلاص انتهى الموضوع نحن لازلنا نقرأ عن تاريخ كل الحروب كل الحروب نعم كل الحروب اللي صارت التاريخ لا يزور والحقائق لا تزور يعني هذا واقع كلام تسألني مولا ما اختلف وقلت هي أمور جدا مفيدة للوطن وللشعب لكن شيخ الحنيني أنا شنو أقدر أسميه هل أنت سياسية ناشطة اجتماعية لا لا الله يخليك ما أحب كلمة ناشطة لا لا إذا القوتي تشتكمن وين قوتي من إيماني بما أقول نعم وهل قاعد يسوون ما قاعد يقولينه قلت كلام حلو لكن لن ينفذ لا لا يعني أين السلطة عندك ما عندي سلطة مجلس الأمة والله شوف مجلس الأمة أنا من الناس اللي أول ما صار عندنا دستور وأبو الدستور بالأكس أنا وعيد كنت فرحانة بالمجلس الأمة مجلس الأمة إذا كان بيفيدني وإذا كان يبيسويلي قوانين تفيدني كذا كمواطن كويتي كدولة الكويت حياها الله لكن إذا بيعطل قوانين وإذا ما في هذاك الفائدة لا ما رح أحس بدوري يمكن عشان شديد تشوف الناس الحين ترى ما عنده أما أدري هذا شعوري يمكن أنا أكون مخطئة بشعوري يمكن ناس مؤمنة فيه يعني أنا مثلا تمنيت أبا مجلس الأمة يوقفون معاي أيام عيالي ملوت الشؤون عيالي الشؤون لا أحد أخذ موقفهم يمكن مرأتي يعني ما طلبت دعني أقول لك شيء لكي أغسل قلبي نعم الحين الموضوع المرأة الكويتي المتزوجة من غير الكويتي نعم يعني لو ما يكون مجلس أمة وما يكون أصوات مرأة ترى ما أحد فكر فيه أنا ودي دائما الواحد يكون مؤمن بالموضوع الذي يقوله أنا مؤمنة بالأشياء التي أنا أقولها لكن كيف تصل شيخة؟ والله إحنا نحاول علاقة ما نقدر لكن بعد إذا ما قدرنا ما نسوي لا حوله ولا قوته إلا بالله بس الواحد يقول اللهم إني بلغت مو قأت حاطة إيدي وأقول بس أبي وأبي وأبي لا أحاول 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 زي تعتقدين يعني سؤال آخر قبل نروح الفاصل أعضاء مجلس الأمة يعني مقصرين ولا أنت يعني ما قدرت مو توصلين ما سعيت لا والله سعيت يا ما شلت أيام صباح السالم أنا مشلت فايلات ورحت إلى المجلس أول مرة بحياتي على فكرة أنا ما لي شغل طول عمري متطوعة أنا متطوعة أنا لا لي شغل في وزارة ولا عمري كلمت وزير ولا عمري كلمت نائب ولا عمري أبداً ما لي شغل بهذه الأشياء ما بديت أشوف وزير ونائب إلا لما شفت الإسكان وعيالي ملوت الشؤون للأسف ما لقيت أحد يعاون صوتك رح يوصل إن شاء الله بإذن الله عن طريق برنامجنا نحن قناة المجلس رح يسمع على العموم خلصت أو لو بصير شيء للناس ليس لي بالذب أكيد أكيد أنا أعني أعني حد للا قاعد بيتنا معززة مكرمة لا بالعكس أنا يا ماياني من أيام صباح السالم يعني هجوم ويعني حجي نحن فاصل ورح نرجع إن شاء الله بعد الفاصل أنا ليش أنا أمي أيام ما خلصت صباح السالم ألحن فاصل لا لا أنا قاعد أسولف معاك مع لي من هنا كاملين حوارنا المليء بالمشاعر والأحاسيس مع شيخ أبيب يوسف سعود الصباح خلنا ننتقل هذا شوية نطلع من طبائع هذه خلنا نتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي هلتش فيها لا أنا صراحة شفي لا عندي تويتر ولا عندي فيسبوك ولا عندي لا لا كل شيء أبدا 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 حتى الواتساب مول الكل يعني وقايلت لهم اللي بيجزلي واتساب عشان يقول لي خبر يزقلني مع أبي لا يطرش واللي بيجز عشان بس يقول لي خبر لا يجز أي شونة أبي لا لا أبي نقطة حلو أبي شيء حلو يوينس شوفي أنا طبعا التكنولوجيا وائد شيء زين لكن أنا اللي أشوف الآن التواصل الاجتماعي هذا بالواتساب فكك فكك أثر على حياة الناس أثر على حياة الناس ما صار فيه تواصل ما بين الناس يعني أنا شوفي خليني أقول شيء أنا اللي يقول لي عيدي شمبارك بواتساب ما أرد عليه حلو تسمعين التلفون قالوا الله بالخير بيبي عيدي شمبارك نبرس الصوت والتواصل فيه صحيح كل أبري هناك وقت لا لا أكو وقت اللي بقلب الصلاة ما ينساها نعم للأسف اليحال صاروا حتى لما يقعدون عندك كل واحد فيهم قاضب تلفون ويدز ويعطي شيء لا مو هذا الشيء اللي نحن نبي التواصل الاجتماعي إذا بتقول معلومة حلوة إذا بتقول خبر حلو أوكي قولها المشكلة بعض المرات يتزول لك خبر أو يتزول لك شيء يكون لغيرك تقول لهم ليش داز يقول كوي نسيت داز زيته وبس أو يتزول لك خبر قبل شوي يقول لك آسفين طلع المعلومة خطأ نعم فأنا لا أنا ما أنا فاك نفسي وقيلت لهم لحد يدزلي أي شيء أقول لهم لا شكرا ما أبي والله شوفي بعض المرات قصب عليك تكونين في منطقة ما فيها التصال ما فيها ممكن الدزين واتساب لكن أنت قاعدة يمش البيت يمش دزين واتساب لا والحمد لله لا عندي تويتر ولا عندي فيسبوك ولا عندي هالأشياء هالك أبدا امرأي حد شارية دماغي على قول صحيح الوحدة التكنولوجيا مزيادة لي فيها يالله تألفون ويالله ونادي السالمية لا لا هذا الحب هذا العشق طبعا أفضل هذا العشق إن شاء الله رب إن شاء الله ينصرهم إن شاء الله وبعدين نرى بالنهاية أنا دائما أقول لهم هي كرة مع هذا الكرة وللأسف الآن برضو صارت هدك قدت معناها الأصلي الرياضة حلوة ما نبي فيها مشاحنات ما نبي فيها يعني هي كرة فزت فزت ما فزت تفوز المرة الياية شوفينها بالبساطة لكن أنا شوف أنا شوف أنا إنسانة أنا إنسانة أحب كل شي ألاقيه بمنظورة الحلو هذا خيال أنا محب الشكوى شيخ حبيبي ليش خيال مثالية زائدة شني؟ مثالية زائدة ما نقدر نوصل هذا كله هي ما نقدر نوصل أكيد لكن نحاول نحاول لا نخلي الدنيا دايما سودة والله الدنيا وردية وحلوة ولازم نطالعها إحنا لو بس مبطلت تشكي كان إحنا بخير تحلطم تحلطم وتشكي يكلم هذا المخر هذا المخر نادي سالمي أنتي ويا البارحة عندهم أنا شونوش قلت ولا شي البارحة عندهم مرت على اللاعبين حلو سلم عليهم على طريق اللاعبين نذكر بشار عبدالله الهويدي مروي العصفور أسماء كانت أبطال معروفة الآن السالمي يا مح ترامي يا نادي يفقد بطل وجود بطل لا لا حرام علي كلهم أبطال كلهم أبطال لا أذكر اسم أني اسم لكي لا يزعلون لا 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 كلهم غالين علي لا أزعل لحد جاسم الهويدي والده الآن يلعب بعد عندنا بالله كبارحة الرحمن والده أنا دائما لا أحب الاسترس زيادة و تتعرف الكرة لو الله يفكهم الإعلاميين الإعلام للأسف قاعد يحبط التدخل بالإعلام بالكرة وبالرياضة ترى هو قاعد يزيدها السوء ما قاعد ينفعلها أبدا أبدا يعني أنا أمس اللاعبين قاعدت معهم قالوا لي عندنا لعبة قلت لهم غلبتوا خير على خير ما غلبتوا مو نهاية العالم طبعا أكيد أريد أن أغلبون لكن يعني خلاص ما تبيضيق خلقهم لا ما بيضيق خلقهم هذا الواقع هذا الواقع الواحد ليس معقول طول الوقت يأخذ كل شيء طبعا والإعلام لو الله يفكه من أن التحذب إلى فلان وإلى أنا ضد فلان وهذا النادي ضد هذا النادي لا ترى بالنهاية كلهم أخوان أكيد لديك أيضا رأي في موضوع التجنيد تجنيز تجنيد تجنيد أنا سعيدة جدا في موضوع تجنيد وائد سعيدة بس في نفس الوقت البنت الكويتية وينها بعد ما وديها تجنيد ما يخالب وليش لا هو القرار ما يخالب القرار أنها راح تكون مجندة بس أنا ودي الحريم آصفة النساء نعم زين أوديهم تمريض أكيد جزء مننا بيكون تمريض يعني هما سنتين لا ما يخالب لأن تعرف نحن 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 فرحنا بالشرطة بالحريم الفرطة نسائية صحيحة ترونها بالشارع لا بس نشوفها في أماكن معينة بصراحة لهم لهم تأثير لهم دور بالعشر الأواخر المسجد الكبير بالمطار بالعكس بالمجمعات بالعكس هذا زين بس أنا أريد البنت الكويتية أريدها تمريض أكثر تنظيم دورية يعني لماذا لا تأخذ دورة أكيد لدينا مرضات لا أنا أبي التجنيد للريايل ويجعل التمريض للبنت أحستي إلى المرأة والنساء لا أحس دورها لا لأن تأعرف ليش مو لأن تشري لأن وقت الصجية البنات لا مرح تنزل بال هذا الصج خلني أكون الصج عد أقول لك يا إن شاء الله عندنا الحين يعني بناتنا وخواتنا وصلوا والحين إلى رتبة رائد أنا أقول لك لما مرة حضرت كليا العسكرية تفاجأت أني هذه لبنات إيه ما كثير عندك أعداد يعني ما كثير أعداد لا لكن أنا أريد أن أرى هم لماذا في دول الخليج في عندك صحيح ترى المرأة في الشارع موجودين لكن لدينا الكويت مراضيين أو بعد مانعين هم ما أدل صراحة ما عند خلفي يعني الإمارات الآن لديهم طيارات حربيات إن شاء الله رح يمشي صحيح إن شاء الله نتكلم أيضا عن سنة تقاعد 56 سنة أنت شاهدتها مناسب ولا شوف تقصدين بالنسبة للمرأة أو بالنسبة لك كل التقاعد لا لا أنا صراحة كل التقاعد أنا 65 وقت أمر قليل قليل وقت أمر قليل وقت أمر قليل وقت أمر قليل طبعا نازال في عزة يخدم بعدين الخبرة يعني أنا اللي أستغرب منا صراحة عندنا بالكويت للدكتور الغير كويتي عمر 65 أعتقد ما يشتغل في مستشفيات الحكومة يأخذ القطاع الخاص يستفيد ماذا قدر يشتغل لا أقصد هناك متقاعد وهنا تقاعد لا يعني هم بعد وجود الشباب ضروري عندنا نسبة بطالة كثيرة ممكن أن يكون استشاري ممكن أن يكون خالف بس برضو الخبرة لها دور خبرة خبرة لها دور عمر 65 يعني واني أود أحيلة تقاعد تقول ناس سؤال جدا جميلة سبعين سبعين خبرة سبعين خبرة جدا الحوار جميل وإن شاء الله مرة ثانية بطالة لكن عندي سؤال الورد لماذا يتلل لنا أبيض لا يتلل لنا لون ثاني لأنه لون قلبي الله شكرا على كل أفكار التي شاركتنا فيها على روحك وديتنا بعيد بالتاريخ وبالغزو أقول لك شيء عن الورد بعد زيادة عن يوسف سعود الله يرحمه الله يرحمه غير الورد هو الذي كان يصحيني الصبح لكي امتحانات حافظ قمي درسي الله يرحمه الله يرحمه ويغفر لي يا رب إن شاء الله آمين إن شاء الله ويرحمتكم إن شاء الله يا رب موفقين تسلمين وعرفنا الناس تعرفين ناس وعيد على فكرة أنتم ومعرفين وعيد برنامجكم إن شاء الله قريبا إن شاء الله إن شاء الله رح يعرف أكثر راصل وردين نتابعوا لكم البرنامج